جدل كبير هو ذلك الذي فجرته الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بسبب صراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تحديد الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب ومن هنا زادت عمقا أزمة حلفاء إيران الأكثر عنفا في العراق والكلام هنا عن الإطار التنسيقي الذي فشل بمنع انتخاب رئيس برلمان ووجد محاولاته لتأليف الكتلة الأكبر في البرلمان غير مضمونة النتائج ليهرول إلى المحكمة الاتحادية مقدما شكوا لاعتبار الجلسة غير قانونية محملا الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسئولية الكاملة مهددا بالتصدي لما سمى تفرد لا مسئول في القرار السياسي أما مقتدى الصدر فسار على المباركة باختيار رئيس البرلمان ونائبيه وسمى ذلك ببشار حكومة الأغلبية الوطنية التي يروج لها وبين هذا وذاك ثمت مؤشرات تشي بعودة العنف من جديد إلى المشهد وما يؤكد ذلك تصريحات بعض النواب السابقين التابعين للإطار التنسيقي من أن الشرخ الكبير في البيت الشيعي قد يؤدي إلى دماء فيما صرح زعماء الميليشيات جهارا من أن أياما عصيبة ستمر على العراق يكون الجميع فيها خاسرا حسب تغريدة المتحدث الأمني باسم ميليشيا حزب الله في العراق يؤكد مراقبون من أن حرب التصريحات بين التائر الصدري والإطار التنسيقي مقدمة لعمال عنف ستحرق الأخضر واليابس بسبب صراع الأحزاب والميليشيات على المناصب ومغانم السلطة